اشتركوا في القناة كلما ازداد ضعفا كلما كانت له يعني قفزات وقفزات مبهرة تبهر العالم وتبهر التاريخ طبعا المشككين موجودين في كل مكان ولازم حيفضلوا شككوكو في نفسكو وشككوكو في النصر ويقول لكم لا ده بك النصر مزيف ده مش عارف ايه كانت مترتبة لا اصلا حصل بعد كده يعني لازم حتلاقوا قوة الشر لها هدف واحد بس انها تفقدك الروح تفقدك روحك المعنوية تفقدك الامل توريك ان كل حاجة سودة كل حاجة ملهاش دوا حنفضل في مشاكلنا طب وايه المطلوب المطلوب نعمل ايه نبوز بلدنا بنفسنا يمكن هذا الكلام نبه عليه واتكلم فيه سيد الرئيس اكتر من مرة ويمكن في الدورة التفقيفية للقوات المسلحة اللي حضرها فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي تكلم على ان الخطر دايما مش هيكون خطر من بره الخطر اللي من بره قواتنا المسلحة قادرة انها تصده تماما وعندنا اجهزة وعندنا مخابرات وعندنا كل حاجة قادرين نحمي نفسنا من بره ولكن الخطر حقيقي بيجينا من جوه الخطر الحقيقي ان احنا ايدينا تتفكى من ايد بعض الخطر الحقيقي ان احنا بنا وبن بعض نبتدي نختلف الخطر الحقيقي ان احنا نبتدي نفقد الثقة في دولتنا نفقد الثقة في مؤسساتنا اذا فقدنا الثقة في مؤسساتنا تأكدوا ان احنا هنبتدي نتفك من بعض وزاي ما انتوا عارفين القصة الاديمة دايما ان الحزمة اللي بتبقى من كذا عود وهما حزمة واحدة انما عود عود نقدر نكسره لوحده قوة الشر النهاردة أساليبها تغيرت كان زمان العدو واضح وكان زمان الصديق واضح إنما النهاردة ما بقيتش أنت عارف مين عدوك وبقى العدو الحقيقي النهاردة بيصرف فلوس على أن أنت تفقد ثقتك في بلدك تفقد ثقتك في أهلك تفقد ثقتك في ناسك في مؤسساتك يمسكوا واحد واحد يكسروا الأمل بتاعه يكسروا الروح المعنوية بتاعته وبالتالي نبقى إحنا أمة ضعيفة قادرة أنها تصدق أي إشاعة قادرة أنها تبتدي تعمل فوضى في أي لحظة هو ده الخطر الحقيقي دايما الخطر حيجينا من جوه اتطمنوا الأخطار الخارجية لها رجالة بيصدوها وقدرين أنهم يتحكموا فيها عزيزان المشاهدين في الإنترو برضو عايز أكلم حضراتكم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع عودة المدارس بإذن الله ويمكن الموضوع ده حيبقى قريب جدا 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 وخصوصا الأطفال الصغيرين هم اللي حيكونوا أكتر ناس بتروح المدرسة كل يوم لأن احنا قلنا أن الكبار شوية أو بتوع سنوي وبتاع حيروحوا عدد معين من الأيام والدولة يعني عملت احتياطاتها في هذا الموضوع لكن أنا عايز أتكلم مع حضراتكم عشان برضو بس مع ناس كتير قوي على وصالة التواصل الاجتماع بتقول يعني هم بيعملوا الحركتين دول عشان يلموا مصاريف المدارس اللي طبعا قطع كبير قوي من الشعب ولادوا في مدارس خاصة يلموا المصاريف وبعد ما يلموا المصاريف يقفلوها والموضوع مش كده ولازم تبقوا فاهمين إحنا دخلين على إيه لازم حضراتكم تبقوا فاهمين إن الخفاض اللي احنا شفناه في عدد الإصابات ده كان مرتبط نوعا ما يعني كان فيه جزء منه معامل مهم جدا وهو معامل درجات الحرارة المرتفعة في الصيف اللي هي كانت فوق التلاتين دي كان عندها القدرة إنها بشكل أو بآخر إنها تأخر انتشار الفيروس إنها تموت الفيروسات الألترا فيلوس الأشعة الفوق بنفسجية اللي بتعقم الأرض سبحان الله ربنا مدينا يعني نعمة إن الأشعة الفوق بنفسجية دي لها القدرة على إنها تكتري تعقم الأسطح اللي بتستع عليها وبالتالي كان عدد كبير جدا من الفيروسات بيموت بمجرد تعرضه للدوء أو الألترا فيلوس أو لدرجة الحرارة فشفنا انخفاض كبير وملحوظ في درجات الإصابة ولكن المتوقع وخليني أسارح حضراتكم المتوقع مع انخفاض درجات الحرارة اللي بترد تنخفض بالفعل وفي اليومين اللي جايين هتنخفض أكتر وأكتر نبتلي نشوف تاني ارتفاع في درجات الإصابة ونبتلي نسمع عن أرقام جديدة الجنب التاني ده أو الموجة التانية دي دي مش حاجة احنا بنتكلم عليها من الخيال دي حاجة من الواقع من الدول اللي حوالينا يعني من دول العالم الأرقام بترد تزيد في دول كتير جدا بترد تشهد الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا وبتلت الأرقام تبقى فيها تاني كل اللي طلبينه من حضراتكم هو عملية الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللي قالت عليها الدول اللي بنقول عليها دايما اللي بنقول عليها في كل وصال التواصل الاجتماعي اللي بنتكلم عليها في وسائل الإعلام مهم جدا أن احنا نلتزم بده لأن محدش عارف مين اللي حيصاب أظن مفيش حد في مصر مفيش حد من قريبه أو من عيلته أو من أصدقائه أو من قريب الدرجة أولى والتانية والتالتة لم يصاب بفيروس كورونا مفيش عيلة ما دخلهاش فيروس كورونا إذن الموضوع اقترب وحيقترب والأعداد حتزيد بمجرد انخفاض درجة الحرارة كل اللي طلبوا من حضراتكم عودة مرة أخرى لإجراءاتنا الاحترازية كل الطلبين من حضراتكم نرجع تاني نستخدم الكمامة نرجع تاني نستخدم الكحول نرجع تاني نخسر إدينا أكتر من مرة على مدى اليوم نرجع تاني نخلي بالنا ان احنا ما نحطش إدينا في منطقة الأنف أو منطقة الفم أو منطقة العين لأن هي دي المداخل بتاعت فيروس كورونا الناس بتتكلم وبتقول ان الفيروس بقى أقل ضروق مين قالك ان انت لما تصاب حتعدي شفنا ناس عندها بالسبعين والثمانين سنة عدت وشفنا ناس في العشرينات وفي الثلاثينات وقعت ومنعتها لم تتحمل هذا المرض اللعين إلى أن يظهر لنا لقاح آمن وهي وزارة الصحة هي النهاردة عاملة مبادرة وبتقول يا رب الشباب أو الناس تبتري تجرب هذا اللقاح وزارة الصحة راحت أخذت اللقاح ده بنفسها طبعا هذا اللقاح احنا مش بنجرب في حضراتكم ده هذا اللقاح تم تجريبه وتم اعتماده في دول أخرى ولكن احنا هنا وزارة الصحة المصرية عشان تعتمدوا للمصريين محتاجة أنها تجربوا على 6000 واحد بس احنا محتاجين 6000 واحد يجربوا هذا اللقاح في عدد لا بأسة به من الناس راحت ولكن احنا لسه في انتظار المزيد من المتطوعين لتجريب هذا اللقاح احنا مش بنجربوا عليكم هذا اللقاح لأنه اللقاح هنجربوا لأول مرة ويا عالمين اللي هيخذه هيعيش ولا هيموت لا ده ده هو أصلا اللقاح جاي من بره معتمد ومتجرب على ناس وآمن وكله تمام احنا بس عايزين وزارة الصحة المصرية من ضمن إجراءاتها انها تجربوا على 6000 واحد وبعد كده نبتلي نعمل هذا اللقاح طول ما هذا اللقاح لم يعتمد احنا كلنا في مهب الإصابة ومحدش في منقى عن الإصابة ومحدش يقول لي انا منعت كويسة ومحدش يقول لي انا صحت كويسة هذا الفيروس فيروس محدش يعني عرف له معلومات كافية عشان نقدر نقول ان احنا نحمي نفسنا منه ازاي او ايه هي الأدوية اللي 100% حتسبب العلاج وتسبب الشفاء فكل طلبينه من حضراتكم المزيد من الالتزام خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة المتوقع في الأيام المقبلة يعني ارجو ان تكون الرسالة واضحة اه انا مش عايزة خوفكم بس عايزة صارحكم برضو وفهمكم ان احنا في صدد دخول موجة تانية مش عشان احنا في مصر لا ده العالم كله خلاص في دول تانية دخلت في الموجة التانية واحنا هندخل زيهم بالزبط واحترجع تاني الاصابات ترتفع فكل طلبينه من حضراتكم الالتزام بيئة الإجراءات احترازها ارجوكم لان لا يخف على أحد وكلكم بتمشوا في الشارع وسائل المواصلات النهاردة بتاريت الناس تقلع الكمامة المايكروباصات النهاردة الناس قلعت الكمامة في الشوارع الناس قلعت الكمامة جوه الهايبرز وجوه السوبر ماركت الناس كلها يعني على البوابة بيقول لك مش هتدخل الا بالكمامة بيخش اول ما يدخل بيقوم منزل الكمامة على منخيره والكمامة بقت على دقن الناس بقت يعني جزء من الاكسسوار يا جماعة أرجوكم الموضوع مفهوش هزار أنا النهاردة لسه واحد من أعز أصدقائي اللي أصغر مني وصحته أحسن مني جاله كورونا وربنا يشفي جاله كورونا هو وجوز أخته وأمه وأخته يعني لما بتيجي تشوت في بيت وخصوصا البيوت بقى اللي بيبقى فيها تكدس من الناس ما بتسيبش حد في البيت يعني إذا دخلت البيت عن طريق واحد تأكدوا أن كل الناس اللي في البيت أخذت الكورونا طي الشباب حيعدي طيب الكبار طيب لسنهم كبير طيب اللي عندهم أمراض مزمنة طيب اللي عندهم أمراض قلب أنتوا عارفين أن الكورونا بترفع يعني العبقة على القلب والرئة 40% زيادة يعني إذا كنت أنت أصلا سليم كفاءة رئتك وقلبك حيبقوا 60% إذا كنت أنت سليم وبطل يعني خلاص فما بالك بقى بواحد تعبان واحد كبير قلبه ورقته مش هيستحمله مش هيصده على هذا المرض اللعين أرجوكم 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 نخلي بالنا بنرجى مع حضراتكم زي ما تعودتم أعزائينا مشاهدين في فقرتنا الإخبارية بنتكلم فيها عن أهم الأخبار وأول خبر معانا النهاردة له علاقة برئاسة الجمهورية السيسي الوزير الخارجية العراقي مصر داعمة لكل ما يحقق مصالح العراق ونشوف مع بعض تفاصيل هذا الخبر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور فؤاد محمد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق وذلك بحضور سامح شكري وزير خارجية والدكتور أحمد النايف الداء الدليمي سفير العراق بالقاهرة وقد نقل وزير الخارجية العراقي رسالة إلى الرئيس من أخيه مصطفى القاظمي تضمنت الإشادة بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعيدة والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق وخاصة في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية نفهم برضو من هذا الخبر إيه إن صعود أي دولة وأي دولة عايزة تصلح من حالها وأي دولة عايزة تطلع لقدام لازم إنها تهتم ببنيتها التحتية وبناء دولتها إذن الناس لما بتحب تتعلم بتيجي تأخذ تتعلم من التجربة بتاعتنا الأخيرة ديت مصرنا الجديدة اللي في الست سنوات الأخيرة بترد تتغير ملامحة بشكل كبير جدا اللي ابتدناها بإن إحنا نهتم ببنيتها التحتية طرق كهرباء طاقة كل الحاجات اللي حضراتكم بتشوفوها معنا خبر كمان الحكومة بتقول مشروع كيمة ومحلج ألف يوم المطور جاهزان للإفتتاح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدما فيما سعت إليه بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي ظلت تعاني العديد من التراكمات طيلة الأعوام الماضية نتيجة العقبات والتحديات التي واجهتها في تلك الفقرة في تلك الفترة عفوا وأعلن الوزير خلال اللقاء عن جهزية كل من مشروع كيمة الضخمة بأسوان الافتتاح بالإستمارات قيمتها 11.4 مليار جنيه وكذلك محلج الفيوم المطور وطبعا محلج الفيوم المطور ده اللي قلنا هنشتغل فيه على القطن طويلة تيلة وعلى فكرة محلج الفيوم ده بعد ما يفتتح بإذن الله فيه ثلاث محالج حيتم افتتاحهم للقطن طويلة تيلة وقلنا زي ما قلنا مع بعض قبل كده إن بمجرد ما تتوفر المحالج للقطن طويلة تيلة مش حيلائي المزارع مشكلة في التسويق دايما المشكلة بتكمن في التسويق مين اللي هياخد مني لذلك الدولة لما تقول بتدعم القطن تقول براحيتها إنما لما تكون بتدعم المزارع أو بتدعم يعني المصانع اللي هتاخد هذا القطن طويلة تيلة هو ده الدعم الحقيقي للفلاح هو ده الدعم الحقيقي للقطن بجد يعني فيه دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لوزارة الزراعة وللزراعة في هذه الأيام معنا كمان خبر اللي هو علاقة برئاسة مجلس الوزراء رئيس الوزراء بيقول رقم قومي لكل عقار للحفاظ على الملكيات وتقديم الخدمات بكل سهولة عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية في مصر وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإصراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية والتي تصل بنا إلى هدف منشود وهو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار مشيرا إلى أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية بما يساهم أيضا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهمة طبعا دي خطوة في منتهى الأهمية ويمكن اللي جرب من حضراتكم أنه هو يروح يقدم على عداد مياه مثلا ولا يقدم على عداد كهرباء وحضرتك بقى البيت بتاعك فين 36 شرع فلان أوكي طب شوف لنا بقى الدفتر بتاعه وتخش بقى مع الموظف تلاقي دفتر من العريض الحلو ده قوم الدفاتر ونقي وشوفوا لا ما عليش الورقة بتاعتك وتقطعت طب احنا نشوف بقى في النسخة التانية وكانت بهدلة كانت مرمطة وما انتش عارف مين ملك العقار الحقيقي وتيجي تروح هناك تلاقي الأول الأربعة دوار اللي هم الشارعي دول باسم المقاول المحترم اللي شاري بقى في الدور مثلا الخامس أو السادس اللي هو أدوار المخالفة هتلاقيهم باسم واحد تاني فالناس أول أربعة دوار تركب عددات والبتاع الخامس دول يعودوا يلف حوالين نفسهم لحد ما يشوفوا هيركبوا ازاي يعني كانت يعني بهدلة لكل الناس لكن فكرة إن كل بيت يكون له رقم قومي أنا اللي محتاج أعرف في صاحب العقار أنا رقم قومي كان بتعشق كذا بيتضرب على الكمبيوتر معروف أنت مين معروف أنت ساكن فين أمورك شرعية أمورك ما فيهاش أي مشاكل كل الخدمات تقدر تحصل عليها بيسر ما حدش عسألك بقى فين العنوان ولا وصف لي ولا على إمته الجزار ولا على نصيته الميكانيكي لا لا خلص هو البيت بقى له رقم وهذا الرقم متسجل عند الدولة كده نقدر نفهم كل واحد ساكن فين وقاعد فين ولما تيجي تقدم على أي خدمة تقدر تحصل عليها بمنتهى اليسر اللي معانا وإن شاء الله يكون يعني محتاجين كمان مدخلة عشان نفسر هذا الخبر أكتر مع بعض كده نقرأ هذا الخبر عبد العاطي والقصير يترقسان الاجتماع السادس والعشرين لللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماحها رقم 26 وذلك لبحث المشروعات المشاركة بين الوزراتين وتزليل كافة العقابات التي تواجهها ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية متابعة قرارات اللجنة المشتركة والفعالية في تنفيذها وأن تكون محل اهتمام الجميع كما أكد على أهمية الإصراع في معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الري والتحول إلى الطرق الحديثة وأن يتم العرض بالموقع والإحداثيات لضمان الجدية باعتبار ذلك مشروع قومي وفي ذلك الوقت أكد القصير بأن تحديث الري يجب أن يمتد ليشمل الأراضي القديمة أيضا وذلك في السياق ووجه بسرعة التسوية الخاصة بأي متعلقات بين الوزارتين وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع نقل المياه مصرف المحسمة للمعالجة ترق الري الأرضي شرق قناة السويس وتم الاتفاق على قيام كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري بالمعينة على الطبيعة طيب معانا مداخلة؟ مين معانا شباب على التليفون؟ مهندس محمد السباعي برحب أحداك مهندس محمد أهلا وسهلا بحضرتك مهندس محمد لحياة أهلا وسهلا بحضرتك طبعا حضرتك المتحدث باسم وزارة الري وأنا أعلم تماما أن هناك تعاون كبير جدا بين وزارة الري ووزارة الزراع وشرف كبير لنا تكون منورنا النهاردة في برنامج الحصاد عايز أدي للمشاهد برضو فكرة عامة عن هذا التعاون المصمر بين وزارة الري ووزارة الزراعة وده الاجتماع 26 خلينا ناخد فكرة برضو عن الاجتماعات التي سبقت هذا الاجتماع والقرارات التي نحن النهاردة في صدد التأكيد على تنفيذها على وجه السرعة طبعا نسمح لي في البداية حقي حضرتك وأكد أن وزارة الري ووزارة الزراعة يعني بيكملوا البعض ويمكن اللجنة العليا للمشتركة بين الوزارتين هم من أهم اللجانب الموجودة في الوزارتين اللي بيدوروا أنهم يعني يتابعوا كل المواقف وكل المشروعات اللي تنسل في زراعة أو في الري ويحاول بقدر إمكاني من اللجنة دي بوجود سادة وزراعة الري وزراعة أنها تزلل كافة العقابات وتحلل أي مشاكل في المشروعات المشتركة خصوصا أنه بالتأكيد يعني حذرت تعلم أن معظم المشروعات المتعلقة بالزراعة أو الري ويكونوا مكملين لبعضهما البعض من برح كان الاجتماع رقم 26 وطبعاً ده كان بحضور السيد وزير المعارض المعارض دكتور محمد عبد العاصي والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة أو في الصحة الأراضي وطبعاً في وجود كل القيادات يعني التنفيذيات الوزارتين بيتم إعداد جدوى الأعمال بيشمل معظم أو أهم المشروعات القائمة أو الجاية تنتهيها وبالإضافة إلى مناقشة أهم العقابات الموجودة ويتم حد لها في اللحظة طبعاً بتكلفات مباشرة يمكن حضرت ذكات بعض الحاجات اللي تم نقاشها في المشروعات المتعدقة بالتبسع الأفقي وزيادة رقعة الزراعية وطبعاً خصوصاً في خيناء أو في الدلتا يمكن بالتأكيد وجود فادة الوزراء في هذا الاجتماع بيدي فرصة بشكل كبير جداً ويتم حل المشاكل في التو واللحظة وتكريفات مباشرة لكاعدات تنفيذية الفترة الكبيرة في الفترة المقبلة كيف لكم تسيروا في كل هذه المشروعات بالتوازي مع ندرة المياه بالتوازي مع حداك عارف ملف المياه برضو ملف نتوقع في الزيادة والنقصان في الفترة المقبلة فإزاي حضراتكم شغالين في تنفيذ خطة الدولة في نفس الوقت قدامكم تهديدات ومشكلات أصلاً مزمنة بفقر مائي مزمن بقاله زمن طويل قبل كده واستكمال لكلام حضراتك احنا بالفعل هناك تحديات وأنا بقى أرحيب أطلق عليها لفظ التحديات علشان نقدر نخدها أنها تكون بالنسبة لنا فقط نقدر نتعامل معاها وهي متعلقة بمحدودية المواد المائية في مصر وعلى أساس تم وضع استراتيجية قومية استراتيجية قومية دي بمعاون أو بالتعاون بين 9 وزار أهمها تم اتخاذ بعد دي تنفذ حتى عشرين سبعة ثلاثين تم اتخاذ بعض المشروعات القومية يمكن من أهمها طبعاً مشروع لتبطين تأهيل التراع وأيضاً مشروع التوتع في الانتقال من الرأي بالغم إلى ترك رؤية الحديثة وطبعاً كمان إعادة استخدام الماء لو تكلمنا عن المشروعات اللي هنتكلم فيها إزاي نقدر نلئ المياه مصر في المحتمة بعد الانتهاء من المحطة وهي تم معارجتها لرأي الأراضي في شرق قناة السويس وطبعاً تم الاتفاق بين الوزارتين حول تحديد الأراضي الصالحة للزراعة والمقامنات المائية المطلوبة وتنفيذ شبكات رؤية الحديث وتلك الأراضي الاعتماد عليها بشكل رئيسي وده بتنسيق بين وزارتين والجهات المعنية والتوسع الرفقي ومشروعات خلال أسبوع يتم تحديد المآخذ بقى والزمامات المطلوبة واعداد كل الاحتياجات المتعلقة بتحديد دلك الأراضي كمان بنتكلم إن في ظل محدودية المياه بنتكلم إزاي نقدر نتعامل مع زراعات الشارحة لاتخدام المياه على تبين مثال زراعات الأرز أو الموز أو قطب السكر ويتم تحديد الكميات أو المساحات اللي يمكن زراعتها وأيضا إزاي نقدر نقننها وكل الأراضي اللي مفهودة على مقاررة إنها تزرع بي رايح حديث ومخالفة يتم توجيه إنزارات المزارعين واتخاذ الإزارات القانونية في هذا الشأن لهناك مشروعات كبيرة يعني كثير في هذا الإطار فبالتأكيد زي ما حدث ذكرت التحول لنظم مواعي الحديث رتبا من أهم المشروعات اللي حد نأكد على ما نتعاون فيها سواء وزارة المياه أو وزارة الزراعات أنا أعز أشكر حليك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة المهندس محمد السبع المتحدث الرسمي بإسم وزارة الراي شكرا يا فندم على هذه المداخلة القيمة عايز أأكد لحضراتكم يعني يمكن إحنا بنفتح الحنفية كلنا وبناخد دوش وبناخد شاور وبنخسر عربياتنا وبنروي أراضينا ومش حاسين إن في مشكلة لكن عايز أقول لكم إن في مشكلة حقيقية في المياه هذه المشكلة لحد دلوقت لحد دلوقت اللي إحنا بنتكلم فيه على الهوى ما لهاش أي علاقة بصد النهضة عشان نعرف الناس على طول بتركب على إيه يعني مشكلة مياه آه زاد النهضة أما مالو على فكرة هم لحد دلوقت إحنا لم نعاني من أي نوع من أنواع المشاكل فيما يخص صد النهضة عشان نبقى بس إيه متفقين يعني صد النهضة إذا كانت فيه مشاكل متوقعة هي لم تأتي بعد يعني هي لم تأتي بعد ميتنا بخير الحمد لله وحصتنا المائية زي الفل ومناسبنا في المية مش بطالة والزراعة شرغالة والناس عايشة وكله تمام ولكن أنا عايزة فأهمكم إن ده بيبقى نتيجة جهد كبير يعني ده مش عشان إحنا ميتنا كتير ولا حاجة إحنا بقى عندنا النهاردة تكنولوجيا جديدة في الراي بتوفر المية وخصوصاً إنتوا عارفين إن الزراعة هي اللي بتسحب 80% من المية بتاعتنا 80% رايح للزراعة يعني إحنا كلنا بنستخدم 20% والزراعة لوحدها بتاخد 80% 80% دول حضرتك بتاكل وتشرب منهم لما بنيجي نتكلم عن حصة الفرد فتسمع إن هم مش عارف كم ألف متر مكعب من مية للفرد فتبقى فاهم إن أنت بتتكلف على دولتك مية مش اللي أنت بتشربها ولا بتستحمى بها ولا بتخسل بها عربيتك لأ أكلك مية اللحمة اللي أنت بتاكلها مية اللبن اللي أنت بتشربه مية كل غذائك وشربك وأكلك دول مية الرز اللي أنت بتاكله ده استهلك مية عشان أنت تاكله المكرور اللي أنت بتاكلها استهلكت مية عشان الأمحية تزرع فنصيب الفرد بيبقى من كل الحاجات دي طبعاً النهارده بقت الدولة عشان نزبط لكم بس إن إحنا عندنا مشكلة مية الدولة النهارده بقت بتتوسع فيه موضوع تحليط مياه البحر إيه ده مصر إيه بقت النيل بقت محتاجة مية آه محتاجة مية وعلى فكرة ده هي من زمان محتاجة مية يعني هي من زمان عندها هذه المشكلة النهارده شايفين المدن الجديدة بنشوف المنصورة الجديدة بنشوف العالمين الجديدة بنشوف حتى محافظة مرسة متروح النهارده بقى فيها عدد كبير جداً من محطات تحليط المية كل اللي إحنا عايزينه من حضراتكم كمزارعين نبتدي نشتغل مع بعض على تطوير الرأي حتى في الأراضي القديمة ما يعني كل الناس المتخوفة من هذا النظام بطمينكم صدقوني حتوفروا أسمدة والله وحتوفروا مبيدات وحتخلصوا من مشاكل الأراضي المطبلة والأراضي اللي فيها مشاكل في الصرف إذا توجهكم وحتزودوا الانتاج بشكل كبير جداً وحتحافظوا على الأرض من الملوحة باستخدام طرق الرأي الحديث طرق الرأي الحديث نهارده أصبحت متاحة وفي مبادرة من الدولة بالتعاون بقى مع وزارة الزراعة وزارة الرأي مع البنوك قدنا في مبادرة النهارده روح الجامعية الزراعة بتاعتك حتى لو أنت عندك أرض سودة أرض قديمة ولأنا عايز أشتغل يعني رأي بالطنقيت أو رأي حديث هتروح الجامعية الزراعية هيدلوك على المبادرة مبادرة بفايدة 5% هذه المبادرة هتحدد فيها الأرض بتاعتك هيجي لك مهندس هتقول له أنا بزرع كذا وكذا وكذا هيقول لك إيه هي الخيارات المتاحة سواء بقى طنقيت ولا رشاشات ولا رشاشات أرضي ولا رشاشات نسل يعني هيعرض عليك كل الطرق وهيعرض عليك كمان الأسعار المختلفة وقلنا في حاجات بقى بتقعد سنة وفي حاجات بتقعد عشرين سنة وفي حاجات بتقعد خمس سنين دي بسعر ودي بسعر ودي بسعر اختار اللي يعجبك 5% فايدة كلام فارغ وصدقني هيتردلك كل الفلوس اللي أنت دفعتها في الإنتاج وعدم أنت المستفيد يعني إذا كنا بجد عايزين نكسب لازم نشتغل رأي حديث حتى في الأراضي القديمة وأنا يمكن من أوائل الناس اللي كن يعني من خمس ست سنين في هذه القناة بتكلم على أن الرأي بالغمر ده الفرعوني ده ده يعني حاجة حرام يعني أنا بعتبرها نوع من أنواع الإسراف في استخدام المياه ولكن يعني مزارعيننا برضو هكذا وجدنا أباءنا يفعلون ولكن مش ده الصح الصح أن احنا نتحول إلى أنظمة الرأي الحديث وشكراً لوزارة الزراعة وشكراً لوزارة الرأي وشكراً للدولة المصرية على هذا التوجه الهم جداً نرجع مع حضراتكم تاني بقى خبر حلو قوي الزراعة تعلن عن ارتفاع صدراتها إلى 13 محصولاً من الخضر والفاكهة وصلنا إلى 2.7 مليون طن ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة حول ارتفاع إجمالي 13 محصول من صدرات الخضر والفاكهة التي تخزو الأسواق العالمية والأوروبية إلى 2.709.496 منذ بداية موسم التصدير حتى الخامس من شهر أكتوبر الجالي مؤكرةً على أنه رغم ظروف أزمة كورونا وارتباك حركة النقل العالمية غزت جميع المنتجات الزراعية الأسواق العالمية والأوروبية وأكدت أن ارتفاع الصدرات الزراعية ل13 محصول من المنتجات الزراعية سواء الخضر والفاكهة ضمنت قائمة من أهم الصدرات الزراعية في هذه الفترة الموالح البطاطس البصل العنب الرمان الثوم المانجو الفراولة الفاصولية الجوافة الخيار والفلفل وأيضاً الباذنجان يعني ربنا يزيدوا يبارك نشد حلنا وبإذن الله بإذن الله بإذن الله نحقق كمان معدلات أكبر من دي بكتير وبشكر الحجر الزراعي الأبطال أبطال وزارة الزراعة اللي قدروا أنهم يحققوا المعدلات دي في ظل هذه الأزمة طاحنة اللي يعني طحنت العالم كله وأيضاً نشكر ربنا سبحانه وتعالى أن هناك بعض التغيرات المناخية اللي في بعض الدول الأوروبية قدتنا فرصة كبيرة جداً وتنافسية في موضوع الإنتاج نحمد ربنا ربنا مدينا نعمة الجو الجميل ومدينا الظروف والطربة اللي تسمح لنا بأن احنا ننتج كميات أكبر من الحاصلات الزراعية ونصدرها للعالم كله مع حضرتكم كمان خبر وزير الاتصالات يعلن عن إتاحة الخدمات الحكومية عبر تطبيقات الموبايل في نوفمبر المقبلة أكرت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أنه اجتمع اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك لمتابعة مشروع مصر الرقمية وتم عرض المعدلات الخاصة باستخدام المواطنين للخدمات الإلكترونية وتزايد عدد المواطنين في استخدام الخدمات المتاحة على منصة مصر الرقمية وكذلك تم عرض الخطة الزمانية لإطلاق باقي منافس تقييم الخدمة والتي ستقدم ليست فقط على المنصة الموجودة على الإنترنت ولكن أيضا ستكون متاحة في تطبيقات الموبايل خلال شهر نوفمبر المقبل ويتم تقدمها أيضا للمواطنين الذين لا يرغبون في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر من خلال مكاتب البريد ومن خلال مركز اتصال يجرى حاليا إعداده لكي يقوم بهذه الخدمات بالنيابة عن المواطن وأضاف وزير الاتصالات أن أبرز الخدمات التي يقبل عليها المواطنين هي خدمات متعلقة ببطاقة التموين ربما لأن الشريحة التي تستفيد بهذه البطاقات شريحة عددها كبير جدا وأكد الدكتور عمر طلعت على أن هناك حزم من حزم من الخدمات المستقبلية التي ستقدم عبر منصة مصر الرقمية ومنها خدمات الأحوال المدنية وحزم التابعة لوزارة الإسكان وأخرى للشهر العقاري وكذلك السجل التجاري والتأمين الصحي وستنطلق هذه الخدمات تباعا حتى نهاية العام الجاري وطبعا أنا أنا بنفسي ملاحظ تطور كبير جدا في هذا الموقع يمكن من الخدمات التي أنا كنت بحاول أحصل عليها زمان ودائما نفشل موضوع أني أنا عايز أعرف كم مخلفات مرور وكنت أدخل على الموقع ويهنج مني وما يفتحش وكنت أدخل على موقع الإسكان دا عشان أقدم على شقة وتهنج وما تدخلش مواقع الانتخابات دي برضو كانت بهدلة زمان يعني وكنا ندخل يعني وقت الانتخابات الرئاسية كنت أنا من 7-8 سنين كنت برى مصر كنت بحاول أدخل برضو ألاقي الموقع مهنج ومعروفة يعني تخش على أي موقع حكومة مصر لازم تريقين مهنج يعني ما فيهاش كلام النهاردة لأ بجد بقينا في زمن في مواقع بتقدم خدمات كتير جدا الخدمات شغالة مهما كانت ضغط عليها جديد بنلاقيها بتلبي معنا وبتأدي وبيردوا علينا وفيه تفاعل والصفحات بتفتح أنا سعيد جدا بهذا التطور وان شاء الله يعني كمان نشوف خدمات أكتر من كده بتتوفل على الانترنت لأن ده بقسمة العصر في العالم كله وعشان ندخل العصر الجديد والألفية الجديدة يعني ونكمل مع التطور بتاع العالم كله لازم نقدم هذه الخدمات سواء كان فيه كورونا ولا ما فيش كورونا ولكن هذه الخدمات أصبحت متاحة في العالم كله وعيب قوي أن مصر تتأخر فيها شكرا للقيادة السياسية أنها يعني ابتلت تدخلنا عصر الرقمنة الجديد ده شيء بيعود على المواطن بالسهولة واليسر فيه إجراء في إجراءاته وفي أنه يحصل على خطبيته وفي نفس الوقت بيأذل الفساد بشكل كبير جدا ما فيش بقى مدام عفاف ومدام مش عارف مين واستاذ مين وده يمدي لك وده تديله في الدور ما فيش كل الحاجات النهاردة انترنت وكل الحاجات بالفيزا خلاص ما فيش فساد فساد فين ما انت بتطلعش فلوس من جيبك النهاردة بقى معاك الفيزا بقيت الدولة شايفة بقنا نتغلب على ألعيب الناس اللي بتشتغل في غسيل الأموال فلوس الإرهاب ما منفعش دلوقت هتخبيها فين هتشيلها فين كله متشاف خلاص كل الحزابات بقت متشافة كل تحركات الأموال بقت متشافة كل الخدمات بقت متشافة لما تحصل على خدمتك بسرعة وبيسر يبقى كإني اديتك فلوس بس يعني وفرت عليك التاكسي والمشوار والراكنة ووفرت عليك كل هذا الكلام بأنك بتحصل على خدمتك النهاردة عن طريق انترنت كإني اديتك فلوس بالزبط يعني كإني وفرت عليك تماما المشوار اللي بتاعة تروح بس انت خلصت مشروعك من البيت أو موضوعك من البيت بمنتهى اليسر وان شاء الله نشوف توسع أكبر حتى في مجال الخدمات الاستثمارية عن طريق الانترنت برضو أعزائي المشاهدين آخر خبر معنا محافظة المنوفية مشروعك وفر 156 فرصة عمل بتمويل 23 مليون جنيه أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظة المنوفية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم في توفير ما يقرب من 156 فرصة عمل للشباب الخارجين خلال شهر سبتمبر الماضي خلال تنفيذه 122 مشروع متنوع بكافة المدن والمراكز والقرى في المحافظة وذلك بالتنسيخ مع البنوك المصرية بقيمة أجمالية تصل إلى 22 مليون 819 ألف أعزائي المشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا الإخبارية هنطلع فاصل قسيلي ونرجع مع حضراتكم نتكلم في موضوعين مهمين جدا الموضوع الأول موضوع المبيدات هذا الموضوع يعني إيه المبيدات بقى دي هل هي حاجة يعني بتضر الناس ولا هي حاجة بتنفع الناس هل نقدر نعيش من غير مبيدات ولا ما نقدرش طب الكلام اللي بنسمعه بقى عن المبيدات دي مصرطينة والمبيدات اللي بتجيب أمراضه وفشل كالو ومنهم لله سممونا الأكل بتاعنا هل الكلام ده صحيح ولا كلام غلط هل الكلام هل حتى الأثار الجانبية من استخدام المبيدات دي جاي من مبيد نفسه وتركيبه ولا من سوق استخدام المبيد كل دي أسئلة هنعرفها في فقرتنا الأولى إن شاء الله في كلامنا عن مبيدات وزارة الانتاج بالإضافة إلى فقرة أخرى هنتكلم فيها على تكويد المزارع ونعرف أن ده موضوع بيهم الناس اللي عايزة تشتغل تصدير بشكل كبير جدا هنعرف برضو معلومات كتير جدا عن موضوع تكويد المزارع هنطلع فاصل قصير ونرجع لحضراتكم في قول فقراتنا الحوارية أرجوكم تابعون اشتركوا في القناة